وما الفرق بين السنن الرافبة والسنن المؤكدة وما هي نطلق على السنن التابعة للكرائض اسم السنن الرافبة وهذه السنن الرافبة منها مؤكدة أي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وغير مؤكدة أي لم يحافظ عليها فالمؤكد من الرواتب هو سنة الفجر وقيل إنها واجبة وركعة ثاني قبل الظهر وقيل أربع وركعة ثاني بعد الظهر وركعة ثاني بعد المرد وركعة ثاني بعد العشاء وغير المؤكد من الرواتب هو ركعة ثاني أيضا قبل الظهر وركعة ثاني أيضا بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر وركعة ثاني قبل المغرب وركعة ثاني قبل العشاء والسنة المؤكدة قد تكون من الرواتب التابعة للفرائض وقد تكون من غيرها ومنها صلاة الضحى وصلاة الوث على رأي الجمور وقيل إن الوث رواجب وصلاة التراويح في رمضان وصلاة الكسوف للشمس والكسوف للقمر والله أعلم